ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية الثلاثاء بالإضافة إلى بند الاستجوابات عددا من البنود المدرجة على جدول أعمالها وانتهى الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري إلى تقديم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزيرة وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بهذا الطلب إلا بعد سبعة أيام من تقديمه وعليه سيكون الطلب أمام جلسة الرابع من فبراير المقبلة وطلب نواب خلال مناقشة بند الرسائل الحكومية بالتحرك لحماية المزارع الكويتي والمستهلك وضبط أسعار البيع وإنهاء سيطرة الوافدين على سوق المنتجات الزراعية كما أشاد النواب بجهود الأمانة العامة في إعداد التقارير الدورية ومتابعة عمل اللجان مؤكدين ضرورة تفعيل مواد اللائحة الداخلية لتحفيز النواب على حضور اجتماعات اللجان لتعزيز إنجازات المجلس التشريعية ووافق المجلس على طلب وزير الخارجية استعجال مناقشة اتفاقية المقسومة فيما رفض إحالة عدد من الاقتراحات بشأن القضايا الزراعية من لجنة المرافق إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال وفي الجلسة التكملية أقر مجلس الأم مشروعين بقانونين بشأن اتفاقية تقسيم المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية ومذكرة التفاهم بين البلدين وأحالهما إلى الحكومة وحسم المجلس الجدل الدائر في عدد من القضايا المتعلقة بالميزانية العامة من خلال نقطة نظام وجه خلالها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أسئلة مباشرة إلى وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بهذا الخصوص ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على مشروعي قانونين باتفاقية تقسيم المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية ومذكرة التفاهم بين البلدين وأحالهما إلى الحكومة كما زكى المجلس في جلسة خاصة أعضاء الشعبة البرلمانية لدور العقاد الرابع من الفصل التشرعي الخامس عشر ورفض المجلس اقتراحا بقرار لطلب تفسير من المحكمة الدستورية لشرط حضور الحكومة جلسات المجلس اشتركوا في القناة